صباح الخير هيثم وصباح الخير لكل من يتابعنا بدني دنيا وكل عام وكل من يحتفل بعيد البربارة اليوم بخير وسعادة وسحة وهنا يا ربي نعاد عليكم بالصحة والسعادة دائماً لأشخاص يكونوا حوالين كل من يحبون وإن شاء الله هذا الشهر الرائع المجيد يكون دائماً يحمل لنا الفرحة ويدخل على بيوتنا الفرحة موجودين بالفحيس موجودين في هذا المكان الرائع الجميل اللي دائماً من أول ما تدخل أول لحظة بتدخل على الفحيس بتشوف هالترتبات هالإحتفالات هالزين الحلوة هالناس الرائعة اللي بتستقبلك بكل حب بتستقبلك بكل قرب فاليوم موجودين مع مجموعة من السيدات الناشطات في المجتمع المحلي واللي هم رئيسات وعضوات فاعلات في العديد من الجمعيات وفي العديد من الأماكن والمؤسسات المهمة اللي تعنى بالمرأة وتعنى بالشباب وتعنى بالعمل المجتمعي وتفهم أهمية المسئولية المجتمعية بداية نقول صباح الخير لأستاذي وحبيبة قلبي ألين اسميرات حبيبة قلبي صباح الفل يسعد صباح كغادة ويسعد صباح المشاهدين بالأردن كاملة وكل عام بلدنا وأردن بألف خير والله يحمينا ويحميها البلد حبيبتي ست قالين احنا منعرف ان حضرتك رئيسة جمعية شابات المسيحيات بالفحيس وتعملوا العديد من الفعاليات خلال شهر ديسمبر وأيضا خلال الأعياد ولكن ايضا عندكم النشاطات اللي تستمر على كل مدار العام حدسينا شوية عن نشاطات الجمعية احنا من نسبة ان نشاطاتنا بتبلس من بداية العام وبداية العام يعني بكون عندنا عيد الفصح ولازم يكون عندنا في بزارات والبزارات احنا ندعم كجمعية شابات المسيحية عندنا مسئولية اجتماعية تجاه أهلنا وناسنا بالفحيس فكل اشي بتعلق بالأعياد احنا بنعملوا على شكل بازار واحنا عندنا مشروعنا الدائم لمساعدة الستات من البيوتين هني بيشتغلين بالبيوت واحنا بنسوق الائلهم وهلا ان شاء الله يعني بعد فترة رح يكون عندنا برنامج ثابت يعني ورح يكون دعم من سيدنا وعدني انه نعمل مشروع منتجات بالفحيس على انه نستقطب كل هالستات ويكون عندنا يعني التسويق على مستوى المملكة تنين بهذه بالأعياد هذه اول شي بيجي بعيدنا الميلاد فترة المونة مونة البيت فاحنا بنشدد على المنتجات اللي بهذا بهذه السنة مكدوز زيتول لبني يعني الست تتمون بيتها لانو الست ابعدت على المنتجات المنزلية بسبب يعني هي صارت يعني مسؤولة واندمجت بالمجتمع وموظفة فما بتقدر هي تعمل هذه المنتجات اللي رح تعرضوها هلا فاحنا بنوفر لها اياها وعلى مدى العام ومنه بنمكن است اقتصاديا وهي في بيتها بدون هي ما تتعب واحنا بنغلف احنا بنعبي احنا يعني من السمانية وتسعين يعني عم بنشوف احنا كمان امام الكاميرا زميلنا عبود عم بستارت كل هذي المنتجات زي ما قلنا المونة اللي احنا دائما بنحتاجها ببيتنا كمان موجودة معانا استاذة سهام قوعوار امينة سر مجلس المؤسسات في الفحيس استاذة سهام يعني هذه ليس اول لقاء لنا قبل ثمان سنوات كنا موجودين ايضا مع بعض في منزل حضرتك حتسينا بداية استاذة سهام عن نشاطاتكم وعن كل النشاطات اللي بتصير تحت هذه الرعاية وتحت هذه القبرة صباح الخير لكافة المتابعين وكل عام والجميع بألف خير وطننا وسيد البلاد بألف خير الصحيح انا بحكم موقعي كامنة سر مجلس المؤسسات التطوعية بالفحيس اللي هو بجزء المجلس الوحيد في المملكة بتضمن 14 مؤسسة وعنا لقاءات بداية كل شهر نحمل هم يعني كافة القضايا الموجودة بالفحيس والمزبوط البلدية اقلت على عاتقها عمل البزار المواحد من حوال عشر سنين أول خميس من شهر 12 كل عام بيكون في عنا بزار مواحد لكافة يعني أكبر عدد ممكن من المؤسسات وبالنهاية بيكون طبعا كونه قريب من عيد الميلاد بيكون أغلبه منتوجات يعني بتتعلق بالمناسبة بالإضافة لمنتوجات الجمعيات نفسها اللي هي عبارة عن مشاريع صغيرة من داخل المنازل نعرض المنتوجات بصير في تواصل بين يعني رواد البزار والمواطنين بحيث أنه أي منتج مثلا بأي لحظة بدهميا ممكن يتواصلوا إما مع الجمعية أو مع ست نفسها نعم وهون سؤالنا أنا عم بشوف هون ست قالين إنه هذا هو يعني اللي كنا نضيفه أو ما زلنا كمان نضيفه ببيوتنا وقت الأعياد فحسين عن هذه العادة هذه العادة كتير حلوة حتى يعني أنت تستغني عن الشوكولاتات وانت تعرفي الصحة بهالأيام يعني هذا كتير مفيد زبيب سنوستاتنا الجوز لا من شجرنا برضو القطين أكتر شي وعننا بالفعل عنا إحنا شجر لوز بس هذا بنحمصه إحنا القطين كمان شغل ستاتنا هذه يعني إحنا بنضيف نكهات حلو يعني من الموروث الحضاري لليوم يعني قديم وجديد عم بنحاول نخلط وتكون أساسي أنا أساسي هذا الجات يتواجد بأي بزار إنا بأي مناسبة إنا وببيوتنا وبجوز يعني يعني أكتر الناس بلست تأخذ الفكرة يعني لأنهم بشوفونا كيف نشتغل وبالتالي إحنا مصدر فرح ومحبة إحنا المؤسسات والذات النسائية بالأردن أنا ما بحكي بس عن الفحيص أنا بحكي عن القطاع النسائي بالأردن أنا بعتز وبفتخر فيه وأنه ست عم بقولوا أنها ما وصلت لا وصلت لكافة المؤسسات بدنا كبال بدنا أكتر إحنا بلا شو بنا يا غادا والله وصلنا لأحلى مراكز وعم بيخدمين بسقة رئيس بلديتنا الله يطول بعمره أبو الفهد ركز باللقاء الوزيرة تنشر تعبنا يعني إحنا مش دائمين إحنا صرنا وجوه يعني العمر الطويل ستة بس لازم يندمجوا بالعمل العام بالعمل التطوعي يكونوا ردفين إحنا مستعدين نعلمهم بقلوبنا يعني بمحبة مش تقولي أنه مش بمحبة لأنه إحنا هذه البلد محبة معطاقة أقول لك أنا بوقف حائرة لأنه بتجمعنا دائماً المحبة وننسى كل الرتوش الثاني اللي حوالينا في هذه البقعة الملتهبة الأردن من أجمل بقعة العالم ولهيك أنا بشدد على الشباب ما يبعدوا ما يبعدوا عن مجتمعاتهم عن أهليهم هم الرديف الوحيد أنا لما بحكي شباب بحكي عن الشباب والصبايا يعني وإحنا بهمنا كقطاع نسائي أنه هالصبايا طيب هين تركين بيوتنا نعم وما فيش عندنا خدمات أكيد 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 وهون كلمة أخيرة أستاذي سهام أيضاً لكل الشباب والصبايا ولكل أشخاص اللي بتابعونا هذا المكان موجود دائماً هذه المنتجات موجودة دائماً أنتوا على بعد فقط تليفون أو صفحة على الفيسبوك ولكن رسالتك اليوم ست سهام المظبط بدي أطلب من وزارة التربية والتعليم العالي أنه يركزوا على العمل التطوعي لأن المظبوط فيه تراجع كتير كبير يجب أن يكون فيه أجيال تحمل الرسالة تكملها ورانا فإذا ما كانت المؤسسات التربوية تدعم العمل التطوعي سيكون فيه أزمة وإحنا كسيدات نأخذ على عاتقنا يعني إحنا المتطوعات الهم المجتمعي كلنا لازم نكون رديف والذراع الأيمن والقوي لوزاراتنا اللي إحنا تابعين إلها ولكن هذا العمل يعني ما بتخص نخص جهة معينة وهو عمل تكاملي إن كان وزارات جمعيات مدارس إلى آخره حتى يكون العمل التطوعي مستمر نعم شكرا جزيلا لإلكم إحنا بس عودة سريع على الاستوديو لكن قبل ما أرجع بدي أذكر كل الأشخاص اللي بتابعوا صبحية مع غادة وبتابعوا كل هذا العمل الرائع لسيداتنا وشبابنا في كل أنحاء المملكة دائما تذكروا أهمية العمل التطوعي دائما تذكروا أهمية كل ما صنع في الأردن ودائما تذكروا أننا دائما نستحق الأفضل وإحنا قادرين على مستقبل دائما مزهر لإلنا لأردننا لشبابنا وللعالم كل عام وأنتم بخير مرة جديدة